الفرق الكبير والبون واسع بين من يظن في نفسه الصلاح وبين الصالح حقيقة على أن الصالح حقيقة لا يظن في نفسه صلاحا وهذه من ميزات الصالحين انتبهوا من مزايا الصالحين لا يمكن أن ترى صالحا بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم وانتهاءا بصالحي اليوم كثر الله في هذه الأمة من الصالحين والصالحات الطيبين والطيبات المباركين والمباركات لا يمكن أن ترى صالحا ثم هو يحسن الظن بنفسه لا أريد أن أطيه في هذا الباب الأثار كثيرة ومعروفة جدا لكن ربما أجتزئي باثنين بثلاثة أربعة بحسب ما تسعف الذاكرة بحسب ما تسعف الذاكرة أبو حاسم سلم ابن دينار وكان أيضا من المجابين ومن كبار أولياء هذه الأمة رضوان الله عليه كان يقول الحمد لله أن الله لم يجعل للذنوب نتنا ريحا منتنا إذن لما قرب مني أحد لنتن ريحي الله أكبر وين ذنوبك يا أبو حازم أبو حازم الأعرج مرة أخرى يقول يا أعرج أراك يوم القيامة يقال ليقوم أهل خطيئة كذا وكذا يقوم الكذبون مثلا فتقوم معهم ثم يقال ليقوم أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم فلا أراك يا أعرج إلا تقوم مع أهل كل خطيئة ثم جعله يبكي نفسه خطاءا غارقا في الخطايا وكان مثلا يضرب في العبادة والزهد والتقوى والصيانة والديانة رضي الله تعالى عنه شيء عجيب لا يأكد وصدق محمد بن واسع محمد بن واسع البصري مجاب الدعوة والذي قيل فيه سبابته حين يرفعه يدعو الله خير من عشرة آلاف سيف شهير وشاب طرير طرت لحيته جيش دعوته بجيش وفتحت بلاد بلاد العجم بدعوته لم تفسح ستة أشهر حدثتكم بهذا غير مرة بعد ستة أشهر وكانوا يرقبونه في الليل في قيام الليل في الصحار ذات ليلة وجدوه رفع السبابة ودعا قالوا جاء الفتح في تالي في الصباح جاء الفتح هذا محمد بن واسع هذا محمد بن واسع رأى ابنه مرة يختال شايف حال ابنه قال له أي ابني انظر من أنت وما أنت أما أمك فقد اشتريتها بماء الدينار أمك عبدة أنت مش ابن امرأة حرة تختال على من تتكبر على من قال له وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله الله أكبر هكذا يرون أنفسهم وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله تتكبر على عباد الله عشان هي مين نحن قال له مين أنا ومين أنت قيل مرة لإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله عليه إمام المسلمين الملقب بالصديق الثاني لوقوفه في فتنة خلق القرآن وعدم تراجعه حين تراجع غيره فلقب بالصديق الثاني رضوان الله عليه الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل موسوعة ومدونة سنة رسول الله تقريبا يحفظ كل ما ما أثر إلى وقته من سنة رسول الله بالأسانيد كما قلت غير مرة مليون ألف ألف حديث أحمد الطرق رضوان الله عليه قيل له مرة جزاك الله عن الإسلام خيرا قال ماذا؟ أنا؟ من أنا وما أنا؟ أنا جزاني الله؟ بل جزى الله الإسلام عني وعن أمثالي خيرا غضب من هذا الدعاء قال جزاك الله عن المسلمين اليوم قد يقال لطفل صغير عيل جزاك الله عن الأمة وعن الإسلام خيرا فيهز رأسه يعني أن آمين يرى له فضلا على الأمة على أمة محمد على ثمين مليار نعوذ بالله من العجب ونعوذ بالله من الحمق ونعوذ بالله من الغرور الذي هو الجهل هذا من الجهل قال أنا؟ أنا ما أنا ومن أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا لما احتضر سفيان الثوري سفيان الثوري الإمام الخامس في الإسلام رحمة الله تعالى عليه الذي بكى الدم وقيل بالا الدم من خشية الله الرجل الدؤوب في العبادة ومن أوعية العلم من أوعية العلم والحفظ إلى العبادة والزهادة والصيانة والديانة والتقوى الظهر والخفية ردوان الله تعالى لما احتضر جاءه الإمام حمّاد ابن سلمة فجعل سفيان يبكي فقال له يا أبا سعيد أتبكي أتجزع قد اقتربت من لقائي من تحب قد دنوت من حسن جزائك إن شاء الله فبكى سفيان وقال له يا أبا سلمة بالله عليك أترجو لي أنا الخير عند الله أمثلي يرجى له الخير عند الله أنا ممكن أن أنجو ولا يفكر في الجنة والدرجات العلية أن ينجو فقط ألا يدخل النار قال له إي والله إني لا أرجو لك ذلك وسفيان يبكي ترجو لي ممكن أن أنجو أنا سفيان الثوي هكذا كانوا هكذا كانوا محمد بن واسع الذي ذكرته لي توي حين احتضر حين احتضر جعل يبكي وقال لمريديه وتلاميذه وأحبابي وأخوانه وخلصانه يا إخوتي أو يا إخوتاه أتدرون أين تذهب بي يريد الملائكة أين تذهب بي قالوا أين قال والله إلى النار أو يعفو الله عني كان عدو هذه سمة الصالحين هذه سمة الصالحين انتبهوا تحدث اليوم عن أولياء الله أهل الصدق والإخلاص والصلاح التام أولياء الله مشغولون لا تجد الولي يا أخي يا أختي إلا مشغولا بالتفتيش عن العيوب بتتبع العورات لا تجدوه إلا دائبا في المراقبة والكشف والتلصص والتجسس لا تجدون الولي إلا وهو شديدا صارما قاسيا معاملته معاملة الشحيح الشريك الشحيح شديد النكير شديد الدمدمة لكن على من على نفسه الولي هذا حاله يتتبع عورات نفسه وفي نفسه شغل وغناء عن الاشتغال بالعالمين يرى الخير في كل الناس ولا يرى الشر إلا في نفسه شكرا